بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم والضالين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم فاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للذكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أذواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مدومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلباتهم يحافظون أولئك هم الوارسون الذين يرسون الفردون هم فيها خالدون فلقد خلقنا الإنسان من ثلالة من طين ثم جعلنا النتفة ثم جعلنا النتفة في قرار مكين ثم خلقنا النتفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعتون فلقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين فأندلا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض فإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فباكه كثيرة ومنها تأكلون فشجرة تخرج من تورسينا تنبت بالدهن وسبغ للآكنين وإن لكم في الأنعام العبرة نصديكم مما في بطولها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتكون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأندل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربسوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جامرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل ذوجين اثنين وأهلك إلا من صبق عليه القول منهم ولا تخاتبني في الذين غلموا إنهم غرفون فإذا استغيت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين أقول ربي أنذل لي منذلا مباركا وأنت خير المنذلين إن في ذلك الآيات وإن كنا لمبتلين ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتكون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واطرفناهم في الهياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم بذل خاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتتم كنتم طرابوا عظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن يألا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعثين إن وإلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انسرني بما كذبون قال عما قليل لا يصبحن ناذمين فأخذتم الصيحة بالحق فاجعل لهم غساء فبعدا للكوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم كرونا آخرين ما تسبك من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تطرى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاطبعنا بعضهم بعضا واجعلناهم أحاديث فبعدا لكوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئي فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين فلقد آتي إلى موسى الكتاب لعلهم يهتدون فاجعل ابن مريم وأمه آية وبيناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل قلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتكون فتقطعوا أمرهم بينهم ظبرا كل حب مما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفكون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون باءاتا وقلوبهم وجدة أنهم بلا ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابكون ولا نكلف نفسا إلا وسعى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يغلمون بل كلهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مطر فيهم بالعذاب إذا هم يجعرون لا تجعروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أقربكم تنكثون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي أباؤهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له ممكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهباءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرزون أم تسألهم خرجا فقراج ربك خير وهو خير رازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم فإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ذر للجوا في تغيانهم يعمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبرسون وهو الذي أنشأ لكم السمع واللبصار واللفدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ضرعكم في الأرض بيليه تحشرون وهو الذي خلق الليل والنار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما أدعى لا لبشر من قبلك القل وهو الذي أنشأ لكم السمع واللبصار واللفدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ضرعكم في الأرض بيليه تحشرون وهو الذي يحي ويميت ولا اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا وكنا تراب عظاما إنا لمبعثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله كل أفلا تذكرون كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله كل فلا تتكون كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله كل فأنا تسحرون بل لتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتقل الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون كن ربي ما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين فإنا على النري كما نعذهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من هم ذات الشياطين وأعوذ بك ربي يحذرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما طربتك لا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برغف إلى يوم يبعثون فإذا نفق في السور فلا أنثاب بينهم يوميذ ولا يتساءلون فمن سقلت مواذينهم فأولئك هم المفلعون ومن خفت مواذينهم فأولئك الذين قصروا أنفسهم في جهنم قادرون تلفع وجوهه النار وهم فيها كادرون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ظالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا أمنا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الراحمين فاتقسموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فإني جذيتم اليوم بما صبروا أنهم الفائدون قال كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبستم منها قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أن ما خلقناكم عباسا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يسلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الذانية والذاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تحفظكم بهما رأس في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الذاني لا ينكح إلا ذانية أو مشركة والذانية لا ينكحها إلا ذان أو مشرك فحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك فأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أذواجا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب هكيم إن الذين جاءوا بالإفق عثبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تبلى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وضعلوا هذا إفق مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأذلك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما خصتم فيه عذاب عظيم استلقونه بألسنتكم وتقولون بيفائكم ما ليس لكم به عنده وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعيذكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفائشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يذكي من يشاء والله سمي عليهم ولا يأتلون الفضل منكم الساعة أن يؤطوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو واليصحو ألا تحبون أن يغفر الله لهم والله وفور رحيم إن الذين يرمون المصلاة الغافلات المؤمنات العنو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوميذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيسات للخبيسين والخبيسون للخبيسات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يكونون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن غيل لكم ارجعوا فارجعوا أذكى لكم واللهم يتعملون عليهم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متعون لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون كل المؤمنين يغزوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كل المؤمنات يغزن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهم إلا ما ظهر منا وليغربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهم إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملك تيمانهن بالتابعين غير للإربة من الرجال أبي الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من دينتهن فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلعون فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإبائكم إن يكونوا فقراء يغنئوا الله من فغله والله باسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاها حتى يغنيهم الله من فغله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي يأتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبدغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراه إن غفور رحيم ولقد أندلى إليكم آيات مبينات ومثال من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كبشكات فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويسخر فيها اسمه يسبح لهم فيها بالغذوب والأعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عيقام السلاة وإيتاء الذكاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليزيهم الله أحسن ما عملوا يزيدهم من فضله والله يرضق من يشاء بغير إساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبوا الزمان ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ومجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوع فما له من نوع ألم تر أن الله يسبح لهم في السماوات والأرض والطير الصرافات كل قد علم صلاته وتصبيها والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يذيه سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله رقاما فترى المطق يخرج من خلاله فينذل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بمن يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برده يذهب باللبصة يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لولي الأمصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أندل آيات بينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فيقولون آمنا بالله وبالرسول لأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك فما أولاك بالمؤمنين فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم وعرضون فإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم العدين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم رسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يكونوا سمعنا وعطعنا فأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويقشى الله ويتقي فأولئك هم الفائدون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن مرتهم ليخرجون كن لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون كن أطيعوا الله وعطيعوا الرسول فإن تبلوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم فليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسكون وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحتبن الذين كبروا معجدين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين طبعون سيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناحهم بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم فالقواعد من النساء التي لا يجدون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن سيابهن أن يضعن سيابهن غير متبرجات بذينه أن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم من تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتافا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم اللايات لعلكم تعقلون إن أبا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله فإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأن فأذن لمن شئت منه واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلموا الله والذين تسللون منكم لبذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السمافات والأرض قد يعلموا ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبيهم بما عملوا والله بكل شيء عليم سبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فاتخذوا من دنيا ليتلا يخلقون شيء وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا عفق افترى وعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وظورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة واصيلا كل أنذله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأصفاق لو لا أنذل إليه ملك فيكون معه نظيرا أو يلقى إليه كند أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسعورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال تغلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتي الأنهار ويجعل لك كثورا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وذفيرا فإذا أولكوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا واجعوا سبورا كثيرا قل أذالك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدون كان بعد ربك مسؤولا فيوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أغللتم عبادي هؤلاء يمهم غلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي للا تتقظ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وأباهم أتانتوا الذكر وكانوا كوما بغوا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يغلم منكم نذكه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسلام واجعلنا بعضكم لبعض كثنة أتصبرون وكان ربك بصيرا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله